تتجه ميليشيات الحوثي إلى أقرار مشروع قانون معدل للزكاة يتيح لها الاستيلاء على 20% من إيرادات الدولة وممتلكات المواطن في مناطق سيطرتها تحت مسمى الخمس ويتيح القانون الذي تستعد الميليشيات لتمريره بعد الانتهاء من صياغاته عبر وزارة الشؤون القانونية الخاضعة لسيطرتها الاستيلاء على 20% من كل ثروات وإيرادات الدولة من منتجات النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات وتخصيصها لصالح السلالة الهاشمية في توجه تسعى من خلاله الحركة الإرهابية إلى شرعانة معتقداتها العنصرية عبر قوانين رسمية يصدرها البرلمان الواقع تحت سيطرتها حتى وإن كان يفتقد للنصاب المطلوب وأثارت مسودة مسربة لنص القانون ووجة واسعة من الانتقادات والسخرية في الشارع اليمني الذي ازدادت أوضاعه الاقتصادية بؤسا منذ استيلاء الجماعة الموالية لإيران على مؤسسات الدولة في صنعاه في ستمبر 2014 ميلادية ترجمة نانسي قنقر